دولة التوحيد وأنه سبحانه هو المطلع على النوايا والغيب وثانيا الحقد الفارسي القديم على بلادنا منذ عهدها الأول سننقل لكم ما كتبه المؤرخ العلامة عثمان بن عبدالله بن بشر المولود في جلاجل شمال العاصمة الرياض على بعد 175 كيل وذلك عام 1210 فهو أحد المؤرخين الأفذاذ لتاريخ المملكة حيث أكمل توثيق الأحداث والأخبار بعد المؤرخ الشيخ حسين بن بكر بن غنام رحمهم الله حتى نطلع جميعا على كيفية كتابة التاريخ في منهجه القديم بما فيه من اللغة المتينة ولكونه رجلا وطنيا وثق محطات للتاريخ السعودي تعالوا نستمع إلى ما كتبه المؤرخ العلامة بن بشر عن الحادثة المفجعة يقول ثم دخلت السنة الثامنة عشر بعد المئتين والألف وفي هذه السنة في العشر الأواخر من شهر رجب قتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف المعروف في الدرعية وهو ساجد في أثناء صلاة العصر مضى عليه رجل قيل إنه كردي من أهل العمادية بلد الأكراد المعروفة عند الموصل اسمه عثمان أقبل من وطنه لهذا القصد محتسبا حتى وصل الدرعية في صورة درويش وادعى أنه مهاجر وأظهر التنسك والطاعة وتعلم شيئا من القرآن فأكرمه الإمام عبد العزيز وأعطاه وكساءه وطلب يقصد بن بشر أعزائنا المستمعين الرجل الكردي طلب من يعلمه أركان الإسلام وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها مما كانوا يعلمونه الغريب المهاجر إليهم وكان قصده غير ذلك فوثب عليه من الصف الثالث والناس في السجود فطعنه في أبهره رحمه الله أو في خاصرته أسفل البطن بخنجر معه كان قد أخفاه وأعده لذلك وهو قد تأهب للموت فاضطرب أهل المسجد وماج بعضهم في بعض ولم يكونوا يدرون ما الأمر ويكمل ابن بشر وكان لما طعن الإمام عبد العزيز أهوى إلى أخيه عبد الله وهو في جانبه وبرك عليه ليطعنه فنهض عليه وتصارعا وجرح الإمام عبد الله بن محمد ابن سعود جرحا شديدا ثم إن الإمام عبد الله صرعه وضربه بالسيف وتكاثر عليه الناس فقتلوه ثم حمل الإمام عبد العزيز إلى قصره وهو قد غاب ذهنه وقرب نزعه لأن الطعنة قد هوت إلى جوفه فلم يلبث أن توفي بعدما صعدوا به القصر عزيزنا المستمع انتهى كلام عثمان بن بشر وذكرت كتب التاريخ أن هذا القاتل المأجور الذي أرسله الأعداء الحاقدين حرضه والي بغداد التابع للدولة العثمانية على السفر إلى الدرعية عام 17 و200 والتخفي خلف شخصية درويش لقتل ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز وليس الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى أن الأمير سعود صلى العصر ذلك اليوم في مزرعته في مشيرفة في الدرعية ولم يكن ضمن المصلين في جامع الطريف فقتل المجرم المتعمد إمام الدولة السعودية وأن سبب التحريض والقتل نجاحات الدولة السعودية في الجزيرة العربية وانتشار نفوذها بشكل سريع لصحة مبادئها مما أزعج أصحاب النفوذ السلطوي والمحتل من خارج الجزيرة العربية ومنهم الدولة العثمانية في تركيا ومملكة الفرس فيما يعرف اليوم بإيران في الحلقة المقبلة سنتحدث عن ثاني وحدة تاريخية للجزيرة العربية انتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله دولة التوحيد دولة التوحيد بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز